مرحبا بك نعرف روحنا رجلون قادمين إطار الفني مسؤولين للناس الكل تبارك الله عن السناء معناتها نفكتيف معناتها زياد بشري كبير ياسر إن شاء الله معناتها نعرف كيفاش متصرفوا معناتها خاطر بطولة طويلة كل يوم بمبارات فيها عدة فرق معناتها بعين نعرف روحنا رجلون قادمين حاضرين كما يلزم وقضة ربي معناتها شروحوا بالتج معناتها لأفريقي التونس حمادي قولي النجموع اللي فيت رجل ذي التونسي نجمع نعتبره صعيبا سهل فيها الأهلي المصري فيها بريميرو غوستو ولنبيلوي دل جزير تقريبا اللقاء الأول هو البشفص بين ترجي والأهلي المصري على المرتبة الأولة والمرتبة الثانية نعرف يمرهم بعد الأدوار الربع النهائية كورت اليد بين تونسي والكورت اليد المصرية دائما مقابلات رينة نادي أفريقي المدى الأخيرة مع الأهلي المصري تقريبا نفس الأهلي المصري بيكون بنفس عناصر ربما يقع التعزيز وهذه النقطة بش قولك بش تسرك عليها كل فرق بش تعزز صفوفها خاصة الفرق الجزيرية اللي بي المصرية ربما رأي المصري يقع يعزز والزمالك يعزز ربما التراجي حسب معلوماتي عنا وائل جلوز بش يقع الضم للتراجي بهذه المناسبة متي كلاعب واشنو الإضافة اللي يمكن يعطيها وائل جلوز عن المستوى الأيسر هو نعرفه سعد أيضا أيسر وتوا بعد ثمانية مقابلات تراجي تقريبا في الصدارة بدون هزيمة لاحظنا بعض الملاحظات دي دي ما نعطي رأيي شخصي نفهم شوية كورتيد مش برشا مش كيف كويسي اللي من الجيهة اليوم التراجي نقل معنا نقول نحن نقص ذارب من الجيهة اليوم الي هو يساري خاصة بعد خروج الأنيس القطفي وبن عبد الله يعني المشيرة العالية على يميننا وائل جلوز ربما كانت عزيز يكون من جانب آخر حمد يراو صحافي محل الفن والله سيحسى وائل جلوز يقول لا نشكوش في قيمة ثابت المركز مش سيرتوه في الدفاع بشي عطينا معنا أكثر يزيد عاون أكثر في الدفاع بالنسبة للجيهة الجانب الأيسر كما قلت انت عنا جيلان إمامي وفما معنا حسيم والأنيس والنجميل معنا مش هذي كما معنا حسيم دوره أكثر دفاعي نعرفوه معنا وجيلان إمامي معنا قادة قادة في مباراة طيبة تاو معنا رجل تونسي كان في جماعية حمامات معنا من خلال المباراة التي كنا قمنا بها معنا رجل معنا قاعدة في سقطة سعودي وقد تربي معنا هنا لسوليسيون وكما قلتك سيحامادي معنا نعرف رويحنا معنا حبيت نعرف الاختيار في اللعب سيحة معنا البوست ذيك طوفهم جماعية كبار في العالم كما دنمارك البوست ذيك ما فيهش معناها لعب يسيري معنا نجم يلعب لعب معنا عيم معنا بيدي اليوم وانحنا عنا معنا لعب يسيري واننا معنا وسيم تعرف النادي الفريقي موسم الماضي كان متصدر بطولة تقريبا نفسه ضعين بتاعتها رجل جاءت بطولة الفريقية وشوفوا الاستركاء اللي خرج بيهم بعض بطولة الفريقية من إصابات والمردود كيفاش تقريبا انهار الفريق وضيع كل شيء فيه أربع يعني هذي كل وجهي من الجراح النسق الماراتوني تعبوتو التفريقية والمقابلات الأخرة نفس السيناريو وفي سورة وصول لحمادي للنهائي أنا كنت بش نسأل لهذا معنا ثلاثة مباراية في الدور الأول ومن بعد ربع نهائي ونصف نهائي ونهائي هذا الكل في ستة في حداشين يوم يعني ستة مباراية في حداشين يوم ويرجع مع دربي تقريبا نحسر روحكم إليس محمود كما حسيم كما كامل العلويني من نحكي عن البدانية نكتب من الأمر ما تعمل نعيش من الجراح كما يجب من هذا العام ما تكون ما تفيد هل تفيد في المنطقة في المنطقة في البدارة التي تبدا في الطب المنطقة أو تفيد هذا يظل سأمر خذير ما تقعد يقوم بأمال الكبير في المدينة يعرف معتا الشي اللي يجب يقوم به ولعبين لكل حاضرين وصرتو معتا لكونوا ترجل ذي تونسي عديد العناصر معتا كانوا في المدخب معتا يعرفوا النبو الإنترنسيونال وقضت ربي وشيكونوا حاضرين وان شاء الله ربي وفقنا وبالنسبة للترجل الرياضي ينقص هذا اللقب في كوتليد اللقب بطولة فريق الأندية واللقب ذي ربيع ما فيز به النجم الرياضي الساحلي الموسم قبل الماضي على مستوى الأندية في كوتليد بطبيعة حال تونسي على مستوى المنتخب التونسي ساحب رقمه شاء الله واسيم يجبنا الكوب ويجي جميعين أخرين نعاكي مزيوب أحبين اللي طوال العمني بسلسة الواسيم حمادي قونا بريمير وقاستو الأهلي والولمبي الويد الجزائري بالنسبة للمجموعة متعكم المجموعة الأخرى شكون يخوفكم فيها اللي فيها الزمالك النجم الكونغولي ناصر اللي بيموديت مراكش وانشيش الأفواري شخصيا الفرق اللي تخاف منهم في الدواري والله بتبعه هو ديمك المقاسي حمادي معنى الفرق المصري هي معنى الضم محسن لعبين خاصة الفريق المصري المنتخب المصري يعني تخاف من زمالك ولا الأهلي أكثر والله يزوز فرق معنى زوز مباراة معنى أسعاب معنى فلكونوا سيرتو معنى المباراة الأولى ضد المتخب وضد الأهل المصري معنى انطلاق البطولة مباراة الأولى مصري معنى صحيح أصوص في رقيضهم معدى تلاعبين في المنتخب دونك تكونوا معنى مباراة قويين سيسور فمن الصحيح نحن الآلي كنا معنى تتابعناها في البطولة العربية الأخيرة معنى اللي تقامت في المغرب زادة دونك معنى تعانى عليهم فكرة بكدير وإن شاء الله ربي وفقنا وكاو معنى تكونوا حضرين شكرا